الصلاة لابد أن نأتي بالصلاة كاملة الصلاة لها شروط قبل أن ندخل في الصلاة لابد أن نأتي بهذه الشروط أهم شروط الإسلام فلا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة المشرك من يسبب الرب يسبب الدين يسبب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تقبل صلاة حتى أتوب يطوف حول القبو يذبح للجن لا بد نحذر من الشرك حتى تقبل العبادة الشرط الثاني العقل فلا تقبل صلاة المجنون وكذلك لا تقبل صلاة السكران الثالث تقبل صلاة الصغير إذا كان يفرق بين الأشياء يعرف أن هذا ماء وهذا نار تقول له قم يقوم واجلس يجلس تقبل صلاة إذا يميز وفرق بين الأشياء والرابع النية محلها القلب والتلفظ بها لا بد أن ينوي بالصلاة وجه الله سبحانه وتعالى ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء لا يكون على نجاسة لا على بدنه ولا على ثوبه ولا يصلي في مكان نجيس سجادة مثلا لا يستقبل القبلة استقبل الكعبة استقبل مكة ولا بد من دخول الوقت لا يصح أن يصلي قبل الوقت ويحرم على أن يؤخر الصلاة عن وقته حتى يخرج الوقت 必须要按时礼拜 提前也不可以 错后也不可以 必须要遮盖修体 以及保持 自个儿必要的装饰 这就是拜公的条件 在礼拜之前 首先要符合 这些条件